على أساس أنه جيش ضعيف والآن هي دولة مرتبكة والآن لا تستطيع تواجه العراق وسوف تستجيب لشروط صدام إذا ما احتل أراضي إيرانية فعلا صدام اندفع وصدق بهذه المقولة وهو ما يعرف أنه الدول غير الأنظمة الدولة القوية والدولة الكبيرة والشعب الكبير والدولة الحضارية تختلف عن النظام النظام السياسي وسيلة من وسائل التعبير عن الدولة النظام كان يعيش حالة انفعال وحالة ثورة وحالة كذا ولكن الدولة كبيرة حينما ذهب الجيش العراقي واحتل بعض المناطق يعني وقف الإيرانيون وبدأوا يدافعون وبدأوا ينظمون أنفسهم وأدرك صدام بعد فترة قليلة أنه تورط يعني القضية ليست يعني النظام السياسي لا يمثل دائما الصورة الكاملة هو يمثل جزء من الحالة فتورط صدام واضطر إلى أن يستمر بالحرب إيران كانت تشترط محاكمة صدام وأدانته قبل وقف الحرب فتأخر قرار إيقاف الحرب الدول العربية كانت تدعم صدام وكانت تسهل له تسليحه وجيشه وتمويله وكانت تدفع الكثير من الأموال تبين فيما بعد أنه حسب الديون على العراق وهي التي سببت فيما بعد حرب الكويت وغزو الكويت واحتلال الكويت بالنتيجة القراءات الخاطئة التقدير السيء الاستفادة من المحاور الدولية لتحقيق أغراض وأهداف المحاور الدولية وليس المحاور الوطنية هذا أنا أعتقد أهم خلال بنيوي دفع صدام لمواجهة الثورة الجديدة في إيران والنظام الجديد في إيران ظنا منه أنه نظام سهل ونظام بسيط وممكن أن يأخذ منه بعض الامتيازات ولكن تبين أن الأمر بالعكس يعني العراق هو الذي دفع الثمن وإيران بدأت تقوى تدريجيا واستعادت قوتها واستعادت عافيتها واستعادت المناطق التي تم احتلالها من قبل الجيش العراقي وبقيت الكفة راجحة لصالح إيران وليس لصالح العراقي